بالنسبة لاتفاق سنجار يضمن عدة مراحل صدقني يعني مو دفاعا عن الحكومة المركزية الحكومة المركزية جادة بتطبيقة لكن هو تطبيقة مو سهل يعني انا اقول لك انا اعترف المراحل المالتة من اهم المراحل لتطبيق اتفاق سنجار هو تشكيل لواء من الشرطة هذا اللواء يكون من ابناء الايزيديين ويمكن نسبة 20% للعشائر القريبة من سنجار بعد هذا الادارة جديدة محلية ترجع الى سنجار هذه من اهم البنود وطبعا من يتكون هذا اللواء راح يكون هو فقط داخل المدن يعني داخل السجار داخل مركز ناحية الشمال القحطانية الجيش وكل التنظيم تنظيمات العسكرية حشود تكون خارج المدن فقط الشرطة المحلية طبعا احنا حاليا عندنا فواج من الشرطة المحلية واكثرهم من اهل اليزيديين اللي صار شنو الحكومة العراقية عززت الحدود اتحركت فرقة من الشرطة الاتحادية حلت محل الجيش على الحدود العراقية السورية بقاطع سنجار الجيش عزز تواجد الفرقة 20 وجزء من فرقة 15 حول مدينة سنجار وحول المنطقة لكن اللي يتأخر شنو اللي يتأخر تشكيل اه لواء الشرطة نعم طبعا لواء الشرطة يعني هو مو اه اه تأخر انه الحكومة مؤخرة تتدري هذا الى تخصيصات مالية اكو معوقات بالمالية هذه نقطة اثنين هذا التشكيل او هذا اللواء بيه 1500 من الايزيديين النازحين في كردستان نعم والبقية من الايزيديين اللي موجودين في منطقة سنجار نعم من فتحه والتقديم يمكن اكثر من 25 الف اجي 50 الف وبعدين اضطروا ويسوون التقديم الكتروني معالي الاخ وزير الداخلية من اجي اتباحة اثنانية انطرحت المسألة على دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء وجه السيد وزير المالية في حينها وايضا وجه الاخ وزير الداخلية اللي افتهمت من الاخ معالي وزير الداخلية الان الالف وخمسمية تم مقابلتهم عاليا لا يقابلون اه العدد الاخر اللي بحدود الف من منطقة سنجار طيب اذا ما نعم يتم تشكيل هذا اللواء نعم نعم الادارة المحلية لا يمكن ترجع اشتركوا في القناة